اللهم صلي وسلم عليك اللهم صلي وسلم وكان ابن عم وفي أصاح الأقوال يعني أنه كان ابن عم لسيدنا موسى وهو من السبعين اللي اختارهم سيدنا موسى لميقاتي ربه تخيلوا موقع قارون من سيدنا موسى كان إيه تخيلوا الفيلم ده كله تخيلوا الهيلمان ده كله لكنه في الآخر طلع بيتجرب الدين ما هي دي القصة وصدمة الناس في اللي بيتجرب الدين للأسف ما بتحسبش للأشخاص وإنما بتحسب على الدين يعني لما تلاقي واحد بيتجرب الدين الناس تقولك شيئي ده وحش قولك قدي الدين ودي برضو حسبة غلط الوحش نقوله أنت وحش الدين ملوش علاقة يعني قدر أقول إن قارون كان من صفوة الصفوة لكن للأسف طلع منافق زي بالضبط السامري السامري برضو كان من مقربين لسيدنا موسى وكان صاحب علم وكان 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 لكنه في الآخر نافق نفق قارون جالوا من ناحية من ناحية ايه من ناحية الفلوس تخيلوا ما هي الفلوس دي بتهلك ناس حتى أنه أحد الصالحين يقول أنه لما ضربت الدنانير والدراهم يعني بيتخيل شكل إبليس فحملها وقبلها وقال لها أنت جندي لأغوي بها بان وآد الدنانير والدراهم دي الفلوس فسيدنا صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدينار والدراهم أهلك من قبلكم أمم كتير أهلكت بسبب الرشاة الرشاة وبسبب المخالفات وبسبب حب المال وإنها مهلكاكم يعني لو ما خدتوش بالكم هتهلككم أنتو كمان صلى الله عليه وسلم كمان قال إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمة المال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل أمة لها فتنة حاجة تفتن بها وإن فتنة أمة المال إحنا بقنا نسمع عن ناس بياخدوا رشوة ما يعادل ميزانية بنك حاجة غريبة جدا الناس بتاخد رشوة بالعشرين تلاتين مليونة خمسين مليون حاجة ما كناش نسمع عنها إيه ده لأنها أصبحت فتنة وأنا بتكلم عن الجزئية دي هخرج لحظة واحدة بس لسؤال جالي على الصفحة من أحد الشباب الأفاضل اللي بيقول يا شيخ وهي برضو مشكلة الفلوس بقول يا شيخ أنا قابلت بنت والله وحبيتها جدا عجبتني ودخلت البيت من بابه وتقدمت لها خمس مرات في كل مرة أبوها يرفضني بحجة أنها بتدرس وبعدين أنا عرفت في الآخر أنه هو مش بيرفضني عشان كده أنا بيرفضني عشان هي خريج الطب هتتخرج من كل الطب وأنا هتخرج من كلية علوم مع العلم أني والله بحبها جدا وعايز أدلها صعب العشرة شمع وأنا الحمد لله في شغلي ربنا كرمني وكده وبقيتها ترق أجامد يعني الوزيشن بتاعي بقى حلو تقول لي إيه يا شيخ أقول له يا ابني حاول مرة واثنين وثلاثة وأقول لي لأبوها لو الدنيا كلها ده كثرة مش هناكل ولو الدنيا كلها مهندسين مش هنعيش ولو الدنيا كلها بيشوقوا من الكرباص مش هنتقدم الناس وللناس من بدون وحاضرات الحلوة أو أن يبقى فيه كفاء في مفهوم الكفاء كتير من بناتنا اللي بيدرسه في طب وصيدلة وهندسة واقتصاد وعلوم سياسية اللي إحنا دحقنا عليهم وقلنا لهم من دونك كليات قمة لا ما بقيتش كليات قمة بقى كتير الدكاتقى بقى كتير المهندسين بقى كتير دبلوماسيين بقى كتير بقاش فيها حاجة اسمها كليات قمة بقى في حاجة اسمها ناجح واحنا نتكلم عن الكفاءة العلمية يكفيك لو هو مؤدب من الكفاءة العلمية أنه يبقى مؤهل عالي ما أنت مؤهل عالي لو أنت معاك ماجستير من حقك أنك تاخذ واحد معا ماجستير أو دكتورات لو أنت معاك لسانسة الكفاءة لعلمية بتاعتك يبقى معايا لسانسة أو باكليديوس ما خدناش في الشرع أن بتاعة الطب تتجوز دكتورا لأن تتجوز دكتور امش هكملهم مع بعض هي اعتصر بالليل ويصعر بالليل هتقنق مع بعض خدنا في الشرع أن يكفيها من الكفاءة أن يكون على حد العلم بتاعها على حد الغنى بتاعها على حد المستوى الاجتماعي بتاعها ينفع عامل استثناء من الكفاءة ينفع لو انا شايف ان عنده حاجة تشفى عن حاجة يعني هو فقير لكنه ابن اصل اوي ومؤدب اوي وما سمعناش ان ابوه مرة طرد امه فقلنا خلاص هنتغاضى عن بنت الغنى بانه الولد ده مؤدب مش هيترب بنتنا من البيت لو تخلقوا مع بعض حاجة مهمة جدا فاذا ما بقاش خلاص فيه ابن الجنين ما بقاش خلاص هي الدنيا تفتحت بقيت للاقي واحد لسه متخرج ما عندهش اي حاجة اشتغل اي شغلانة الدنيا تقطقت معا بقى غني بقى واخد شقة في كومباوند وبعد كده اخد فيلا وبعد كده مش عارف سافر فين فيريت نعين اولادنا ونتقل الله تبارك وتعالى في اولادنا نقول لاخونا الحبيب جرب مرة كمان ونقول للوالد البنت اذا كان هو مؤدب وكويس براحتك هي عايزة تتجوز دكتور ده حقه يعني الكلام انا بقوله مش معناه انه لو عملت كده غلط لا فيه بنت تقولك انا محتاجة اتجوز دكتور عشان يبقى فاهم دماغي وفاهم شغل ده حقه انما ما نحطش قعدة في البيت في الجدول البنت دي خارجة تربية قسم رياضة اه نشوف لها واحد تربية قسم رياضة دي خارجة طب نشوف لها ما فيش الكلام ده خالص الا اذا هي ارادت وقالت انا عايزة واحد من نفس الكرير بتاعي ومن نفس المهنة بتاعتي يبقى فاهم دماغي يبقى فاهم انا عايزة اعمل ايه زي الفل هل من حق البنت هل دينكم يا مشيخ اللي انت دلوقتي عملت تقولي انا فخور بكلمة شيخ الازهر وبالتجديد الخطاب الديني وبكلمة السيد وزير الاوقاف هل دينكم فيه كده يعني هل دينكم بيقول ان البنت من حقها تقول انا عايزة فلان ايو بس الناس اللي ما بتسمعش او اللي شوهوا هم اللي صعدوا على الصدح الدين لما قال ان المرأة لابد ان يكون لها من ولي لما الدين قال ان المرأة لا تتزوج الا بوالي وقلنا ان اي عقد بدون ولي فيه كلام بين البطلان والفساد قلنا للولي خد بالك مش من حقك ان اكتبها ده هو ايبا بلاش ليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة وقالت يا رسول الله ان ابي اكرهني على ابن عمي ليرفع بيه خسيسته يعني ايه ابويا كان فقران وعدمان وما عندوش فلوس وابن عمي لسه جايب من الصفر ومعازة كايب فلوس فقال ايه يا بنت تتجوز ابن عمك عشان ايه نغتني فطوله واكرهني بعد ما اتجوزت المرأة بعد ما اتجوزت بتشكل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ان تبقى وبين ان تطلق فالست قالت ايه ابقى يا رسول الله فالناس اللي قاعدين حاولين سيدنا النبي طب لما انت هتبقي جاية تشتكي ليه رفع قضية ليه وانت هتتنازلي قالت اول درس في القانون اول درس في القانون على ايد سيدنا النبي وعلى ايد المرأة دي ان انا بقرر حق انا بقرر اندحق وانا اسقطه قالت اردت ان يعلم الرجال انه ليس من حقهم في هذا الامر شيئا يعني هو يمارس الاتفاء والمهر والشبكة والشقة والليلة والشغلانة لكن هي تقول اه بس اول ما هي تقول اه نتحركها قالت لا شكرا لو عندها تلاتة وتلاتين سنة ونص يا بنتي ما اصد انت ما بقاش حد ما فيش لو عندها خمسة واربعين سنة وقالت لا لا حقها هذا حقها في اختيار شريك حياتها ونرجع نقول بقى ان الامر شورة وتفاوت يا اصلي المسألة ايه مش طب انا هعند معاكم لا الامر شورة وتفاوت انا عايزة كذا طب يا بنتي مميزات وكذا الامر بسيط دخلنا في القصة دي ليه عشان قصة قارون وموضوع المال ورفعة المال وجنون بتاع المال وسيطرة المال على ازهان كثير من الناس قارون بعد الفيلم ده كله عمل حاجة وحشة قوي فبغى عليهم يعني بعد ما كان من الصالحين بعد ما كان من الحفظة التوراة بعد ما كان صوته حلو في التوراة بعد ما كان ابن عم سيدنا موسى بعد ما كان من السبعين المقربين لسيدنا موسى الذين اختارهم لميقات ربه بغى على قومه بغى على قومه ازاي قال ان قارون كان صاحب مال فكان يخرج في افضل زين له مش معناه ان احنا نبقى وحشين لكن قارون كان بيتعمد انه يخرج قدام قومه مطيل ثوبه الامم الصديقة ما كانش بتتول ثوبها بالشكل الملحوظ يعني كان يخرج على قومه يطيل ثوبه في كامل هندامه فالناس تشوفوا يقولك يا مهنة ويا مهنك اقدر اقول بقى ان اللي زي قارون ده ومن غير محد يزعل اللي يقف كده يجيب العربيات اللي عنده كلها ويتصور ويوري الناس عندي كذا مش بقولك ما تشتريش حاجة لكن بقولك ما تتمنظرش على الناس اخر بعربية النهاردة عربية بكرة لكن بلاش الفيسبوك ونقعد اقدر اقول اللي زي قارون اللي صور الدولاب بتاعه كله هو في وسط الدولاب كده ورح منزله ايوه خرج على قومي في زيناتي هو ما هو هو انا مش بقولك ما تلبس البس وخليك على سنجة عشرة لكن مش تفضل كل شوية تنزل صورة الطقم الجديد اللي انت بتاكل فيه اللي مش عارف ايه اللي انت بتعمل به شغلانا جماعة خدوا بالكم بين النفاقي وتمام الايمان شعرة شعرة الانسان ممكن انا بتكلم عن قارون ده من اولياء الله الصلاحين مثلا مرة واحدة في لحظة فبغى عليهم فابتدى يخرج على قومه في زيناتي يعني لما اكون قاعد في وسط اخواتي في بيت عيلة بلاش افضل طول ما انا نازل انا نزل ولادي بكل حاجة خير عندي وهو معاك تفاحاية والتفاح السنادي غالي جدا مش عارف ليه وهو اخو فقير فما بيأكلش تفاح فينزل الولد يأكل التفاح على السل مفيش كده يأكل في البيت جنب ماما يا ام اجيب وانا طالع نص تفاح اديل اخويا وانا معايا اثنين كيلو مش عيب بس اخويا شغال يا شيخ ديهدي يا حبيب ولو حتى من الزكاة يجوز ان الاخ ياخد من زكاة مال اخوه بحيث ان احنا بقى نخرج من مخرج فخرج على قومه في زيناتي ونخرج من مخرج ان امرأة اخوك تفضل تعمل مشاكل مع اخوك ونخرج من مخرج ان امرأةك بالليل تقولك اصل امرأة اخوك حسد تلوقات هتحسده ليه ما هو كان من نفس طبق الحنوات اللي انا جبته ولبس من لبس اللفس اللي ابني جابه وكان من نفس الاكل اللي انا أكلته في بيوت عيلة كده تلاقي العم الكبير دايما هو اللي ببقى فوق الجد فالولاد كلهم ينزلوا ده العم الكبير ده بابا ما يتقفلش والتلاجة بتاعت الراجل ده بتاعت البيت كله الكل ينزل عند عمه ده يأكل ويشرب تلاقي البيت نعمة كرم تقول الراجل ده بيجيب الفلوس منين لان هو بيتقي ربنا سبحانه وتعالى قارون ما كانش بيعمل كده قارون بغى على قومه فما كانش بيدفع زكاة ماله لقومه ما كانش بيشتري اكل للجائع ما كانش بيعطف على المحروم هو كان بيخرج لهم كده كل شوية ينزل لنا على الفيسبوك بتاعه انا جبت النهاردة عجلة حربية جديدة انا جبت النهاردة بلتو جديد انا جبت النهاردة عمد جديد يهوى علي وننايم طيب نشوف ربنا قال عن ثروة قارون واحنا بنعمل الجرد بتاع ثروة قارون طبعا ما كانش في ايامها بنك مركزي فكان ربنا سبحانه وتعالى تولى هذا العرض هذا الحصر الحصر كان وقاتينه من الكنوز ما ان مفاتح ما عرفناش نحصل على رقم من كثرة المال يعني اقدر اقول ان قارون بالنسبة للبنوك في الوقت ده يعني ايه يعني ما يخش ما يخدش رقم ويستنى على الشباك ده يطلع يقعد مع مدير البنك على طول يقول انا عايز كذا وعمل لي كذا وعمل لي كذا ارسدته كتير فقارون كان يعد كان مزاج عنده بقى المكان اللي يروح يعد فيه يجعل جنوده يحملون خزائنه خلفه او مفاتيح الخزائن قالوا عن ما ان مفاتحه ما ان دي جاية من الان يعني اشيل حاجة فقط مش قادر شدة او كثرة الخزائن ما تخلهمش يقدروا يشيلوها بسهولة رفع اسقال اسمه قارون كان معين عنده ابطال كمال اجسام عشان يشيلوا الخزائن اه تقيلة جدا فقالوا ما ان مفاتحه قال يحملوا او يصعب حملها على الرجال السقال الشداد على الرغم من ان موجودين لك بتبقى صعبة وقالوا ان مفاتيح الخزائن كانت تحتاج الى اربعين رجلا من الرجال الشداد ليحملونها مفاتيح الخزائن بس وقالوا او الخزائن يعني ربما الخزائن هي اللي تحتاج الى اربعين من الرجال الشداد وقالوا ان مفتاحا واحدا من خزائن قارون كان يكفي الكوفة الكوفة دي كانت بلد بلد كبير قالك مفتاح واحد يعني اقدر اقول ان قارون كانت ثروته تقدر بميزانية امم بميزانية دول ما هو مفتاح واحد من خزائن قارون يكفي الكوفة تخيل الفلوس دي كتير قوي بعض الناس يقول لك والله يا عم بص بقى المصنع يشتغل ما يشتغلش انا عندي فلوس تكفيني وتكفج العيال وعيال العيال لغاية يوم الايامة في لحظة في لحظة تروح في ثانية فما تغترش بالمال وكان قارون عنده ناس صالحين طبعا كان بالنسبة لهم قارون من الصالحين لانه كان بيحفظ التوراة وكان مقرب وكان وكان فالناس الصالحين حبوا يدولوا نصيحة واحيانا بتبقى النصيحة غالية وعزيزة على العالم لما يكون واحد الناس شايفية عالم فتقوله يا فلان اعمل كذا وانت بتنصحني وفي فرق بين نصيحة العالم وبين تعمد احراج العالم دي فرق لازم نميزه يعني ايه لما تيجي تنصح حد سواء عالم او غير عالم بلاش تتمنظر علينا حضرتك عشان يباني ان انت عارف اكتر من العالم او اكتر من الشخص ده النصيحة الخاصة لوجه الله لا ينظر فيها الى الناس ياخدوا على جنب كده وقوله حصل كذا وكذا 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 ودي كانت نصيحة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل الاحيان لما يجي له واحد يسئله وياخده من هنا من هنا هو من هنا هو يخلق سيدنا النبي من غير سلام ولا كلام ويقوله اعطيه من المال فانه ليس مالك ولا ماله ابيك يقوم واخده الاوضة بتاعته عشان يبعد عن الصحابة لما يخش واحد المسجد يبول في المسجد يعني اعزكم الله يعمل حمام في المسجد فده طيب استاذة بس ما تقولي فاصل نطلع فاصل ونرجع تاني اللهم اصلي وسلم عليك يا حبيب الله